أطلقت مدرية الصحة والسكان محافظة أسيود قافلة طبية بقرية المعابدة بمركز أبنوب محافظة أسيود ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً وقد وقعت القافلة الكشفة الطبية على نحو ألف مواطن في عشرة تخصصات طبية خلال اليوم الأول لها كما أصدرت عدداً من قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين القافلة الطبية نحن نخدم في المناطق الناية عبارة عن مستشفى متنكل فيها كل التخصصات من بطنة وأطفال وجراحة عندنا معمل طفليات ومعمل الدم عندنا أشعة عندنا خدمة تنظيم الأسرة وخدمة برضو وخدمة الأسنان نحن هنا في قافلة الطبية في عرب الكلابات مبادر الحياة كريمة للسيادة الرئيس الصيدلية هنا بتحتوي على جميع الأدوية اللي بتغطي جميع التخصصات اللي بتعالجها القافلة الأدوية كتيرة ومتوفرة عندنا مخزون ست شهور المرحلة الصيدلية بيبقى في مرحلتين مرحلة الصرف بتأكد فيها الصيدلية من اجتمال كل البيانات بتاعت التسكرة علشان هو المرحلة الأخيرة الصيدلية المرحلة الأخيرة بتاعت المريض فأي حاجة لو نسي تحليل نسي تحويل بيوجهه لها وبعد كده بيصرف له العلاج وبيعلم له عليه بالقلم البرمنت عشان يتأكد ان هو فهم الدوة كويس جدا